السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أنا أحمد عيد ودي قناة هادف وانت بتشوف كورس أساسيات التسويق ان شاء الله هنكون مع الجزء الأول هنتعرف فيه على حاجات كتير جدا جدا في التسويق وتريكات جميلة جدا الكورس ده كان مدفوع بقى فري مجانا للقناة ولكل المتابعين الكرام وان شاء الله يعجبكم ونستفيد منه الكورس بتكلم عن أساسيات مش للبروفيشنال ولكن للمبتدئين وان شاء الله ننزل كورس جديد للناس البروفيشنال او الناس اللي عندها خبرة وحب تطور من خبراتها ومن الأدوات اللي بتستخدمها في التسويق الكورس شامل وممتع وشيق اترككم ان شاء الله مع الشرح واي استفسرات موجودة ده في الكمينت تحت أمركم ان شاء الله ايه هو التسويق؟ مبادئ التسويق؟ الاسس بتاعته؟ ايه هي الأفكار التسويقية اللي بتتبنيها المؤسسات عشان خاطر تحقق لنفسها ببراند كويس؟ هل التسويق بيبقى خاص بالبرودكت فقط؟ طيب هل انا في مجال عملي بيختلف التسويق من مجال لمجال؟ طيب انا محتاج التسويق في ايه؟ في الحياة العملية كلنا طبعا بنمارس التسويق بشكل او باخر في حياتنا الشخصية بداية من التعارف لما بتيجي تتعرف على الحد كصديق ببتدي اسوأ له نفسي لما باجي مثلا في حقبة من العمر في العشرينات في التلاتينات ببتدي ادور على زوجة فلما بروح اخطب اعرف نفسي يبقى انا ببتدي اسوأ نفسي في البحث عن وظيفة او الاتحاق بجامعة او الاتحاق بمؤسسة بروح اتعامل مع الانترفيو وببتدي اسوأ نفسي ده كله تسويق ولكن بتختلف درجاته وافكاره وبتختلف صوره من مؤسسة الى اخرى ومن شخص الى اخر وكل واحد على حسب مهاراته وثقافته ومعرفته بالاسس اللي بيبتدي يتعامل معاها هنبدأ مع بعض واحدة واحدة نعرف تاريخ التسويق كان ايه بالزبط وبدأ من امتى ومين اللي تكلم عن التسويق ومين اللي هما الاسس او الناس اللي هي محترفة في التسويق وقالت ايه ونتعلم منهم جزء بسيط اتمنى ان المحاضرة تكون مفيدة ان شاء الله وتكون اه تحقق الرغبة بتاعتكم في تعريف التسويق وفي الوصول لمعلومه هادفه بخصوص اه كورس التسويق اول حاجه هنتكلم فيها ان البروفيسير فليب كوتلر هو يعتبر من عباكرة التسويق في القرون فيما بعد القرن الواحد والعشرين يعني اه هو من موليد 27 مايو 1931 في شيكاغو هو بروفسير في التسويق الدولي وفي الاقتصاد كمان طبعا عمل اكتر من دكتوراه واكتر من ماجستير وليه مجموعة كبيرة جدا من الكتب في التسويق ان شاء الله هنرفق بعض الكتب ديت في الجروب للاطلاع اللي حابب يستفسر او يقرأ فيها كويس ويتعرف على حاجة جديدة ويزود من معرفته في المجال الخاص بالتسويق البروفيسير ده ألف مجموعة كبيرة جدا من المراجع العلمية اللي تعتبر لحد الآن مفيش ليها مثيل مفيش ليها مقارنة او حد عمل حاجة زيه في المجال الخاص بالتسويق البروفيسير تكلم عن انواع التسويق طرقه التسويق الاستراتيجي الخطط التسويقية الافكار اللي ممكن تخليني اطلع بمؤسسة من الصفر لحد ما تبقى براند قوي جدا زي المؤسسات اللي احنا بنسمع عنها في حياتنا براند يعني أبل براند يعني كوكاكولا براند يعني مثلا موبايل موتوريلا موبايل سامسونج هواوي ممكن نتكلم فيه المنتجات وفي البرودكت مثلا نتكلم فيه كمبيوتر اتش بي او ديل او لابتوب مثلا توشيبة يبقى دي كلها براندات البراندات دي نشأت ازاي ويعني ايه براند هنقولي الاول فكرة عامة كمصطلح علمي وبعد كده ندخل فيه شوية نمازج وامثلة بسيطة عشان توضح لنا الفكرة بتاعتنا وازاي نشأت الفكرة بتبدأ بمشروع بسيط جدا بيكون صاحب المشروع ده حابب انه هو يستثمر فكرة معينة ويبتدي يعمل لها نشر وترويج وتمويل سواء كان بينشر برودكت منتج او بينشر سيرفس خدمة معينة طيب البرودكت او السيرفس او الخدمة دي محتاجة منه شوية اسس اول حاجة انه هو يكون عنده مكان ازا كان هينتج برودكت معين او مكتب ازا كان هيبتدي يقدم خدمة للناس بعد كده محتاجه عملاء طب العملاء دول بيجيبهم منين بيجيبهم من خلال انه هو ينشر الفكرة في المجتمع المحيط بيه في الاول وبعد كده بيبتدي المجتمع المحيط بيه يعمل نشر للمعارف والاصدقاء وهكذا لحد ما تبتدي توسع الدايرة وتصبح جمهور كبير جدا بعد ما تبقى الفكرة في عقلية الجمهور دوت بتبتدي تدخل في حيز التنفيذ والناس تبتدي تشوف الخدمة بتاعته او البرودكت بتاعه والله ليه البرودكت بتاعه او الخدمة اللي بيقدمها ذات قيمة وذات جودة والتعامل راقي وذات اسعار معقولة بيبتدي العميل يستفيد من الخدمة دي مرة واثنين وثلاثة ويبتدي هو ذات نفسه ينشر الخدمة دي بشكل لا اراضي يعني لما يجي حد مثلا يشتري طقم بدلة كده شيك وبعد كده تعجبه كويس جدا ويتعامل بيها مع الناس وروح بيها الشغل بتاعه ويمشي بيها في الشارع ومع اصدقائه فحد من الناس يسألوا والله البدلة دي جميلة جدا والخمة بتاعتها كويسة وشكلها غالية يا دي منين وبكام لو هو مقتنع ان البدلة دي كويسة والناس اسنت عليها فبيقوله او ده انا جايبها من المحل الفلاني وبالسعر الفلاني فهو كده ابتدى يعمل ترويج لفكرة المحل وبتدى يخدم صاحب المحل بس بشكل لا اراضي وبشكل طبيعي وبشكل تكنيك ده من ضمن اسس التسويق اللي هنتعلمها برضو في الشغل بتاعنا يبقى الزبون اشترى المنتج اعجب بالمنتج العملاء المحيطين بالزبون دولة من اصدقائه من معارفه يبتدوا يتكلموا معاه يعرفوا مصدر المنتج ده فين ويروحوا يشتروا المنتج ده مرة تاني وابتدت الفكرة من النقطة دي لحد ما وصلت الى شركات عملاقة وبرندات كبيرة جدا زي ما قلنا قبل و اتش بي و ديل طيب ننتقل الى ايه جزئية تانية التسويق لا يمثل اهمية في الحياة ده سؤال بيطرح نفسه لكل المشاهدين والمستمعين للقورس بتاعنا هل التسويق لا يمثل اهمية في الحياة يعني انا ممكن ابتدي اعمل بروجيكت عندي مشروع او فكرة ايا كانت و ماهتم مش ابدا بفكرة التسويق واقول ان الفكرة نفسها عبقرية فكرة مختلفة محدش عرفها قبل كده هتنتشر لوحديها وهتبتدي تكبر وهتحقق معايا النجاح اللي انا عايزه او النجاح او الاهداف اللي انا حططها للفكرة دي هل ده منطقي؟ السؤال ده طبعا هنجاوب عليه ان شاء الله في خلال المحاضرة بتاعنا طيب كوتلر اللي احنا اتكلمنا عنه ده اتكلم عن التسويق ببساطة وقال في ايه هنقرأ اللي مكتوب وبعد كده نبتدي نشرح خطو خطو بيقول كثيرا مننا يعتقد بان التسويق مثله مثل الكيمياء او الفيزياء شيء سنوي لا يضيف شيئا لحياتنا او اي قيمة لأعمالنا ووظائفنا مهما كانت لكن دعني اخبرك التسويق هو الحياة وده طبعا كان نقطة مهمة جدا 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 في الكتب بتاعته اللي مبني عليها البند ده اللي هو التسويق هو الحياة التسويق هو الحياة فعلا لان كل حاجة بنعملها في حياتنا مبنية على التسويق ده في كل نقطة كل تصرف كل كلمة كل حركة انت بتقوم بيها من بداية من الاستيقاظ من النوم مبكرا وبعد كده الذهاب للعمل او للمؤسسة التعليمية اللي انت بتدرس فيها او حتى لممارسة الاعمال الحياتية الشراء المنتجات الخاصة باليوم بتاعي من طعام من شراب من ملبس من تقضية حوائج اليوم عموما هتلاقيها كلها عبارة عن تسويق في تسويق كل ما بنقوم بيه هو ان احنا بنسوأ يا اما لاشخاص اخرين يا اما لانفسنا ولو احنا نمتلك الشيء ناخد مثال بسيط يعني اه انا لما استيقاظت من النوم حابب افطر فخرجت اعمل ايه هاشتري مثلا اه فطار فبروح لمطعم من ضمن المطعم اللي موجودة اذا كنت هتناول الطعام في المطعم ده فبجلس في المطعم بنتظري جيبلي المينيو بداية المينيو ايه اسامي البرودكت الي عند الراجل ده او المطعم دوت اسامي الاكلات والوجبات ببتدي اختار منها يبقى انا كده باختاره بميز سلعة عن سلعة والتمييز والاختيار ده نوع من التسويق او عنصر من ضمن عناصر التسويق انا بختار السلعة طب انا بختار السلعة على اساس ايه بختار المينيو الوجبة دي على اساس ايه على اساس القيمة اللي موجودة في الوجبة دي على اساس يعني استمتاعي انا باكل صنف ده من الطعام على اساس سعر الطعام يبقى حطيت يعني قائمة معينة من الاسس اخترت على اساسها برودكت معينة عشان اشتريه انا كده بعمل يعني عناصر التسويق كلها بنفزها بس الصالحي الشخصي عشان استفيد لانها تعتبر صفقة بالنسبة لي ان احصل على البرودكت ده او الوجبة ديه بالشكل المثالي وبالسعر المثالي ليه طيب هل صاحب المطعم لو ما كانش عمل تسويق وترويج وابدع في ان هو يقدم المينيو في المكان وفي طريقة المقابلة بتاعت حضرتك وفي وضع قائمة الاسعار هل كان هينجح في ان هو يخترق السوق وحضرتك تجيله لحد عنده عشان تشتري البرودكت بتاعه او المنتج بتاعه او الوجبة بتاعته نشوف كده مع بعض المثالي البسيط ده في حد من الناس هنفطرد مجازا اسمه محمد خطرت في باله فكرة مميزة ايه هي عبارة عن موقع الكتروني حيث يعمل موقع الكتروني يبني موقع الكتروني ويبتدي يضيف فيه برودكت بتاعته او الخدمات اللي هو هيبتدي يعرضها للناس لانه عنده خدمات كتير فقال انا هعمل موقع الكتروني اعرض عليه الخدمات دي للمجتمع بتاعه الناس اللي المفروض ان هتعرف الموقع ده هو توقع ان الناس هترقد الى الموقع بمجرد ما هو يفتح الموقع الناس هتجري على الموقع وتعمل الاشتراكات دي تعريف كتلر للشخص ده ان هذا الشخص يصرف كل رأس ماله على تنفيذ فكرة المشروع لكنه لا يصرف ولو حتى جزء بسيط لعملية التسويق تمام وحتى ان قرر ان يقوم بالتسويق لخدماته سيعتقد انها مجرد صرف النقود على الاعلانات وهذا يشبه رميك للنقود في بئر منتظرا للمعجزة كأنك بالضبط لما تنشئ برودكت او تنشئ سيرفيس خدمة معينة او تنشئ ويبسايت او تنشئ مؤسسة وما تهتمش بالتسويق او تعتبر ان التسويق هو مجرد ان انا اطبع شوية ورق اعرف فيهم المؤسسة بتاعتي وانشرهم شوية اعلانات بسيطة كأنك بالضبط بتاخد الفلوس ترميها في بير ومستني الفلوس دي تملل بير لحد ما تطلع لوحدها طبعا ده مستحيل ومش هيحصل التسويق للمشاريع يعتبر هو الروح اللي بتحرك المشروع يعني لو افترضنا ان المشروع ده هو الجسد فهو جسد ميت مش هتحرك ابدا ابدا باي وسيلة الا اذا كان في تسويق ناجح العناصة الاساسية للتسويق طيب ننتقل الى مثال بسيط عشان نقدر نوضح به فكرة التسويق مبنية ازاي بمعنى اصح عايزين نقول ايه هو التسويق بس بصورة فيها تكنيك شوية رغبة المستهلك ومنتج يديني فرصة تسويقية يعني ايه كلام ده بشكل بسيط نادا شخصية مهزبة وجائعة هي حبة تاكل الجوع عبارة عن احتياج مظبوط الجوع عبارة عن احتياج طيب الاحتياج ده هيتحول الى رغبة لما تبقى نادا جعانة اوي ومحتاجة تاكل اوي هيتحول الى رغبة بمجرد ما يتحول الى رغبة نادا هتبص كده جواها وتقول طب انا بحب اكل ايه هنفترض ان نادا بتفضل السمك على بقية المأكلات كده اصبح لدينا معادلة بسيطة ان نادا وجوع اللي هو احتياج ولو معها فلوس يبقى زائد المال هتسوي ايه هتسوي طلب وطالما ساوي الطلب يبقى معناها ان في ربح للي بيقدم الطلب لانه هياخد فلوس مقابل الطلب ده وهتكون الفلوس دي مقسمة الى جزئين جزء هو رأس المال الاساسي او تمن السلع الفعلي وجزء هو الربح بتاعه يبقى في حالة وجود رغبة للمستهلك والرغبة دي في حالة وجود حاجة للمستهلك او رغبة جواه والرغبة دي تحولت الى في حالة وجود اقصد احتياج للمستهلك والاحتياج ده اتحول الى رغبة فعلية والمستهلك ده كان معه فلوس المعادلة دي على بعضها نسميها طلب اتحولت الرغبة والاحتياج والمال الى طلب طيب الطلب ده عبارة عن ايه عبارة عن ربح لصاحب المشروع او اللي بيقدم للطلب تمام نقول مرة تاني بشكل مباشر او بشكل اوضح السمك منتج يلبي احتياج ندى وغيرها ممن لديهم احتياج في الجوع ويفضلون الاسمك طعام فتصبح هناك فرصة تسويقية استثمارية تنشأ الفرصة دي نتيجة لاحتياج ندى والناس زيها الى ان هم يسدوا احتياجهم ده اللي هو الجوع طيب الجوع ده ممكن يسدوا بالسمك مظبوط وممكن تسدوا بأي نوع تاني من الطعام اذا في كده تنويع في الايه في الاحتياجات في تنويع بمعنى اصح ان انا ماينفعش اقول ان ندى مش هينفع تسد احتياج جوعها غير بالسمك بس ابقى غلطان لان ممكن تكون ندى بتحب السمك وبتحب مثلا الرز وبتحب الكشري وبتحب الكيك وبتحب البيتزا وبالتالي اصبح لندى وسائل متنوعة لسد الاحتياج انت ندى تحدد السمك فقط اذا كانت بتعشق السمك ولقيت فرصة استثمارية بتقدم لها السمك في صورة جيدة وبسعر جيد وبأسلوب يعني في التوقيت المناسب وفي نفس الوقت هيسد احتياجها من الجوع في الحالة دي هي هتفضل السمك عن بقية المأكلات لان هي بالطبيعي بتفضل السمك كحب السمك وفي نفس الوقت تقدم لها كفرصة استثمارية نقول بقى الكلام ده بشكل كده عملي ان لما يتوفر احتياج الاحتياج ده يتحول الى رغبة في وجود مال يديني طلب وفي حالة وجود الطلب تنشأ فرصة للسسمار ما لتلبية الطلب ده والربح منه كده المعادلة اكتملت يبقى ممكن نقول ان التسويق ماشي هو تحويل رغبة المستهلك الى منتج رغبة المستهلك لازم تكون رغبة متكاملة متكاملة ازاي يعني لازم تكون رغبة مضاف لها يعني مال تمام ونية لشراء اللي ما يسد الرغبة او الاحتياج ده عشان قدر ادي له منتج برودكت معين يوفي له احتياجاته نقول مرة تاني ان التسويق هو تحويل رغبة المستهلك الى منتج معناه الكلام ده برضو طيب احنا فهمنا الفكرة بتاعتنا ده لكن ممكن نوسع دايرة الفكرة اكبر ونقول ان التسويق مش مجرد ان انا بقدم برودكت او بقدم سيرفيس خدمة بس ده التسويق هو اني انا بشوف رغبة المستهلك في اي شيء من ضمن عناصر الحياة الموجود اللي موجود اللي احنا موجودين فيها رغبة المستهلك في طعام رغبة المستهلك في ملبس رغبة المستهلك في تقنية رغبة المستهلك في تعليم رغبة المستهلك في وظيفة رغبة المستهلك في بيزنس معين رغبة المستهلك في حفظ حياة بشكل ما رغبة المستهلك في حاجة صحية رغبة المستهلك في اي شيء اي شيء اي رغبة لدى المستهلك تصلح لان تتحول الى منتج وطالما تحولت الى منتج فالمستهلك هيروح يشتري المنتج ده عشان يلب رغبته واحتياجه عملية شراء المستهلك للمنتج وعملية تحويل الرغبة للمنتج وعملية بيع المنتج نفسها هي عملية كلها على بعضها كده تكملية ميزان في النهاية بيديني فكرة ان ده تسويق كل ده على بعضه كده نسميه تسويق او دائرة من التسويق دائرة تسويق تمام طيب دائرة التسويق الاساسية بتاعتنا ايه اول حاجة في عندنا عقبة كبيرة قبل ما ننتقل الى دائرة التسويق اللي احنا كلمنا عنها دلوقتي او نفصصها او نشرحها بشكل ابسط تاني ان ده ممكن زي ما بنقول كده وهي ومن يملكون النقود ليس بالضروري ان تكون رغبتهم في السمك النقود موجودة والرغبة موجودة بس ممكن تتنوع زي ما قلنا في الحالة دي اني لابد من توافر بدائل للبرودكت ده او المنتج ده او بمعنى اصح ما ينفعش احول الرغبة الى منتج واحد بس لازم تكون الرغبة متنوعة يبقى لابد ان يكون عندي تنوع في المنتجات عشان تكتمل دائرة التسويق بشكل كامل ما ينفعش حد يفتح محل ويبيع فيه سمك بس ما ينفعش حد يفتح محل ويبيع فيه موبايلات فقط لابد انه بيجيب الكماليات او الحاجات اللي بتخلي المستخدم او الراغب او اللي عنده احتياج للموبايل او السمك او اي برودكت بيدور على حاجات تانية جنب الشيء ده فيه ناس ممكن تدور على خدمة جيدة فيه ناس ممكن تدور على معاملة افضل فيه ناس ممكن تدور على سعر فيه ناس ممكن تدور على كماليات للبرودكت ده سلطات ممكن نتكلم يعني لو نتكلم على مطعم نتكلم مثلا على سلطات على حلويات على مشروبات يبقى فيه تنويع فيه الرغبات يبقى لابد ان يكون فيه تنويع في المنتجات عشان تكتمل دائرة التسويق طيب نقول بقى ونلخص كده دائرة التسويق بتاعتنا ندى زائد جوع زائد رغبة زائد مال يساوي طلب يساوي ربح في النهاية القصة دي كلها على بعضها كده بنسميها دائرة التسويق يبقى لما أجسألك في سؤال من الأسئلة المهمة جدا إيه هي دائرة التسويق الأساسية تقول لي طبعا مش هنقول ندى هنقول بداية من هنا كده بداية من الجوع طبعا الجوع ده مش هتقول للجوع ليه لأن الجوع ده مجرد رغبة واحدة بس حاجة واحدة في حاجات تانية كتير يبقى أنا بحول كلمة الجوع إلى كلمة الاحتياج يبقى هنا ممكن أقول إن ده احتياج احتياج الجوع احتياج الملبس احتياج المأكل احتياج للراحة احتياج للطرفية ده كل ده من ضمن الإيه الاحتياجات الاحتياج ده لما يتحول لرغبة أو زائد رغبة يبقى ممكن أنا بقى محتاج حاجة معينة بس ما عنديش رغبة عاملها دلوقتي يبقى الاحتياج ما تحولش الرغبة يبقى لابد إن الاحتياج يتحول لرغبة عشان خاطر أبتدي استثمره طيب بمجرد ما الاحتياج يتحول لرغبة لازم يكون معا مال ما ينفحش يبقى أنا عندي احتياج وعندي رغبة بس للأسف معيش فلوس أشتري طيب يبقى ما استفدش مش هفيد اللي بينتج مش هفيد دائرة التسويق كده أنا هخرج بره دائرة التسويق يبقى لابد من وجود المال ولابد من وجود احتياج ولابد من وجود الرغبة عشان كل ده يتحولي في النهاية إلى طلب بمجرد ما يتحول إلى طلب أصبح فيه فرصة استثمارية لاستثمار الطلب ده بإني أقدم برو دكت يخدم الطلب دوت وبالتالي أحصل على ربح الدائرة دي كلها على بعضها كده نسميها دائرة تسويق أساسي تمام طيب محمد اللي كان عايز يعمل الموقع ده احنا قلنا على محمد أن يفكر في أمرين إما أن يكتفي بنا ده ومن نسلها ممن يحبون السمك يبقى أنا هقدم سمك بس في الحالة دية أنا هيبقى ربحي قليل واعتمد على جمهور قليل جدا 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 لأن مش كل الناس هتفضل السمك ومش كل الناس هتفضل السمك في نفس التوقيت اللي أنا بقدم في الخدمة بتاعتي يأما أدور على بداء المتنوعة ترضي كل الأزواق والاحتياجات دي دائرة التسويق الأساسية واللي لازم نبقى فهمينها كويس جدا طيب نخلص من الأربع خمس شرائح اللي احنا شرحناهم دلوقتي بشكل كامل إلى أننا محتاج أعرف دائرة التسويق فقط لا غير إمتى بينشأ التسويق بينشأ التسويق عند وجود احتياج اتحول إلى رغبة مع وجود المال حتى ينتق في النهاية طلب يمكن استثماره ويحول إلى ربح يبقى ينشأ التسويق عند وجود احتياج يتحول إلى رغبة زائد المال ينتق طلب يؤدي إلى استثمار يتحقق منه ربح دائرة التسويق أظن شرحناها بشكل وافي وإن شاء الله تكون وصلة المعلومة الخاصة بدائرة التسويق يبقى بينشأ التسويق بوجود المعادلة اللي ظهرها قدام حضراتكم طيب ممكن في حاجات كده ممكن نكون بننساها زي ما احنا شرحنا دلوقتي احنا تخطناها انا شرحتها قبل ما تيجي الشريحة ديت هنمر عليها كده بسرعة زي ما قلنا تيكتيكات اضافية اللي هي البدائل البدائل يعني ايه البدائل طيب انت حضرتك وفرت في البرودكت بتاعك او في السيرفز بتاعتك او في المطعم بتاعك بدائل كتير انواع كتير من الاكل والمشروبات والحلويات وهكذا بس نسيت حاجة مهمة عشان تكتمل دائرة التسويق في حتة كده بنسميها تريكات تيكتيكات كده اضافية ايه هي التيكتيكات الاضافية دي نشوف المثال اللي ظاهر قدامنا بيقول لي ايه ليس الكل مثلنا ده همه الاكل فقط طبعا فربما تكون هناك نوعية من الاشخاص المستهدفين زي تامر ما له تامر ده تامر ده هو يمثل الشاب الذي يرتد المطاعم الغالية لمجرد تقديمهم خدمة نت مجاني قوية يبقى انا محتاجة احط حاجات جنب الاكل اضيف برودكت تانية جنب الاكل بس عشان خطرت تديني تسويق كامل ترضي جميع الازواق برا اقفل الدايرة التسويقية هي اكتملت الدايرة باللي احنا قلناه في الجزئية اللي فاتت ولكن انا بعد ما كملت الدايرة محتاجة ادعمها بقى فممكن نسمي التكتيكات دي دعم لدائرة التسويق دعم لدائرة التسويق طيب مثال تاني ايمن وهو يمثل الشاب الغاني الذي يهتم بشكل المكان الذي يجلس فيه وطريقة تقديم الطعام يبقى ايمن ده بيفكر بس في المكان والشكل جرافيكس الجزء اللي هو فيه يعني انتري فخم فيه تكييف كده طب فيه نوعية تالتة اللي هو مثلا ايه عمر ده كل اللي يهمه هو السعر فقط هل فيه تخفضات هل فيه كوبونات هل فيه هدايا فيه عروض موجودة لابد ان انا اراعي كل التريكات دي عشان ايه ادعم دائرة التسويق بتاعتي يبقى انا انشأت دائرة التسويق او انشأت تسويق وهنا بقى التكتيكات بتعملي دعم دعم للتسويق زي ايه التكتيكات دي زي ما قولنا بقدم خدمة اضافية مجانية ان شاء الله تكون حاجة بسيطة جدا بقدم سعر معقول جدا تمام براعي الناس ال في اي بي اللي محتاجة فخامة في المكان وجودة في الاداء وفي يعني السيرفيس اللي موجود يبقى ليس الكل همه اجباع حاجته يبقى محمد انقام بفتح ذلك المطعم في منطقة فقيرة فلا شك تمام ان شيء طبيعي جدا مش هيهتم بالمكان ولا هيهتم بالايه بان في انترنت او غيره المنطقة فقيرة لا تهتم فقط الا بوجود سعر معقول رخيص للبرودكت اللي بيقدمها محمد اما انقام محمد بفتح مطعم في منطقة يقطونها اقناس اغنياء مثلا فان السعر بقى لو هو حط سعر مثلا الوجبة الوحدة الف دولار مش مشكلة بالنسبة لهم اهم حاجة عندهم اللي بيجزب انتباههم الفئة دي من الناس هو المظهر الاسلوب اناقة المكان جودة الخدمة في انترنت في مكان في اي بي يبقى دا اللي بيجزب انتباه الفئة دي يبقى انا عشان اعمل دائرة تسويق زي ما قلنا العناصر الاساسية بتاعتها اللي قلناها في الشرائح اللي فاتت في عندي احتياج وعندي الاحتياج ده تحول الى رغبة وفي مال تحوله الى طلب استثمرت عشان اربح انا من الطلب ده كده انشأت دائرة التسويق طيب ما هي كده مش هتكتمل معايا او بمعنى صح محتاجة شوية دعم ايه هو الدعم اللي انا هضيفه الدعم اللي انا هضيفه ان انا اضيف خدمات تكتيكية شوية تدعم دائرة التسويق بتاعتي زي ان انا اقدم خدمة مجانية زي ان انا اخلي بالي من ال في اي بي زي ان انا اخلي بالي من الناس اللي هي بتدور على السعر المعقول او السعر الاضافي او السعر الاصدي اللي هو المخفض او في عروض مثلا اهتمام بالاشياء ده بيدعم دائرة التسويق بتاعتي وبالتالي بيكتمل عندي بيكتمل عندي مفهوم التسويق بشكل عام دي الأسس اللي أنا ببني عليها التسويق إن شاء الله كون المحاضرة فادتكو هنتوقف عند الجزئية ديت وهنتظر دلوقتي تعليقاتكو واستفساراتكو عن أي نقطة تم شرحها في الشرائح اللي فاتت وبعد كده نبتدي الجزء الثاني من المحاضرة مباشرة بعد ما تنتهي المناقشة في انتظار الأسئلة على الواتساب في الجروب اللي حضراتكم مرتبطين فيه شكرا وفي انتظاركو معكو عشر دقايق إن شاء الله للمناقشة لو فيه أي مناقشة خاصة بالجزئية اللي اتشرحت لو ما فيش يكتفيه إن انت تبعت لنا بس علامة الإيه الأوكي